أخونا عادل ربنا يجزيكوا لخير عادل أمر بيقول بوستات الفيسبوك مليئة بأحاديث مكذوبة وتتداول وتنتشر وأنا بحي أخونا عادل على هذا السؤال المهم مما ابتلينا به وعمة البلوة أن عدد المكذوب المختلق المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامنا كثير بل وصل إلى أن يصبح أكثر من أضعاف أضعاف الأحاديث الصحيح وبالله بقى زي زمان اللي بيبعث رسالة وابعتها لأخيك في الله والكلام المتداول اللي احنا عارفينه ومن الشيخ أحمد حمل مفاتيح الكعبة وكل ذلك من باب الهراء أخونا عادل ربنا يجزيكوا لخير بيقول لي يا مولانا حاول توجه رسالة لمن يروج لهؤلاء أقول لهؤلاء ولغير هؤلاء تذكروا جميعا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعندنا في الشريعة الإسلامية علم بيسمى علم التخريج أن احنا بنتعرف من خلاله على دقة ومتانة النص والسند المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودايما كنا نتعلم في الأظهر قديما اجتمال الحديث على المجازفات والمبالغات ومناقدة الواقع والفطرة والعلم والطبيعة فيه دلالة على أنه ليس من كلام النبي ركاكة الأسلوب وضاعف البنية اللفظية للمتن أيضا يؤكد على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث كثيرة وضعت للأسف بأغراض شتى إما لطرويج لسلعة وإما للبعد أو الانتصار لمذهب زائف ترجمة نانسي قنقر